طيب بسم الله ان شاء الله دلوقتي نشرح او نناقش منهج النتوركس هنشوف اهم الحاجات فيه ونرجع على اهم النقطة اللي موجودة فيه ان شاء الله طبعا يعني قبل مبدأ في الديسبشن او كده لازم اقول اللي انا معلوماتي في نتوركس بور للمنهج فهي مش كبير اوي وبالتالي انا بقول اللي قدامي في السلايد او انا بقول اه فهمي للايه للسلايدز وكده ولكن طبعا في احتمال ان اللي انا مسلا قلت معلومة مش دقيقة او او مش صحة او ياريت لو حد لوحص حاجة ياريت اللي هو يقول يعني وابقى صح حاو كده تمام اه بس انا هنا يعني الفيديوهات دي عبارة عن ايه هي بس عبارة عن ريفرش للمنهج براجع على المنهج باكد على ايه تاني باكد على اهم النقطة اللي جات قبل كده مسلا في الميترم او الشافوي او ده تمام وهيبقى ان شاء الله متقسم اه يعني مراجعتي للنتورك ستبقى متقسمة اللي هي المحاضرات اللي احنا اخدناها طبعا احنا شرحنا الساكيشن زمان تمام ملناش دعو بقى دلوقتي بالساكيشن احنا لدينا دعو دلوقتي بقى بالمحاضرات اه وهن هنراجعها مع بعض وبعدين هحاول ان شاء الله اعمل بلاي لست خاصة بالمراجعة يعني تعتبر مراجعة المراجعة بقى حل فيها بقى ممكن شوية امسي كيو ممكن حل فيها اه مسائل طبعا مسائل دي هخليلها اكتر من فيديو لوحدها ان شاء الله بازن الله عارف اعمله يعني اخليلها فيديو لوحدها علشان زي ما احنا كنا شفتها في العمل ويشافه يجي اكتر من مسألتين وفي الغالب هيجي في الفاينال برضو مسائل يبقى نبدأ ان شاء الله في المحاضرة الاولى خالص تمام هو انا برضو المحاضرة الاولى بالذات انا يعني هعدي عليها بسرعة علشان الكلام اللي احنا بنشوفه ده احنا خدناها تقليبا في ثلاث مواد قبل كده خدناها في الاي تي خدناها في داتا كوميونيكيشن خدناها في حيات كتير قويه بالتالي يعني ايه معظم الكلام اصلا نكون عارفين قالك ايه هو الانترنت بكل بساطة الانترنت عبارة عن مليونز اف كونيكت كوميوتينج ديفايسيز يعني ملايين من الاجهزة المتصلة ببعض طعم يبقى شبكة هنا على شبكة هنا على شبكة هنا وصلت كل الشبكات ببعض بقى عندك الايه الانترنت طيب اه وطبعا متوصلين ببعض عن عن طريق ايه عن طريقة الوصلات للفايبر الكابر الريديو الساتلايت كل الكلام من ده يعني برضو كل الكلام ده زي ما انا قلت اساسيات اه وبالتالي ايه هو الانترنت عبارة عن شبكة الشبكات ناتورك اف ناتورك سيبقى هي الشبكة اللي كونت لما احنا ربطنا كل الشبكات الصغيرة ده هيت ببعض تمام طيب يعني ايه بروتوكولز بروتوكولز دي تقدر تقولي القوانين يعني اه طريقة الايه السيندنج او طريقة الريسيبينج او طريقة التعامل عموما على الانترنت او طريقة التعامل عموما في اي حاجة اسمها بروتوكول يبقى انا مثلا لما اجي اقول لك اللي انا اه هتعامل معاك عن طريق اه بروتوكول اسمه الاي بي فانت تكون فاهم ان ده بيبقى بروتوكول على اللي هي الرقم ثلاثة اللي هو الخاص بالنتورك ليير اللي يبقى دهوت معناها اللي انا عايز اتواصل مع حد برا الشبكة اللي انا موجود فيها انا بقول طبعا كله مسال كل الكلام ده هيجوا قدام لسه هنشرحه بالتفصيل ولكن انا بقولك بس اللي هو ايه اللي هو بروتوكول تقدر تقول اللي هو حيعمل زي ايه زي قانون تمام قانون بنمشي بيه بنستخدمه وطبعا عندي بردو الانترنت ستاندرد عشان كده كل شوية هتلاقي حاجة اسمها اي تريبل اي ستاندرد كزا اي تريبل اي مش عارف كزا ستاندرد او ستاندرد او ستاندرد او الار اف سي كل الكلام ده هو ستاندرد يعني شوية معايير علشان بتحكم استخدامنا للايه للانترنت وكده تمام؟ ومش بس بتحكم استخدامنا الانترنت دي كمان بتشرحه بتوضحه لنا يبقى الانترنت اللي انا عايز اعرفه هو ايه هو عبارة عن شبكة من الشبكات تمام؟ يبقى الشبكات اللي كلها ده هي تكونت مع بعض عملت شبكة تمام؟ اسمها ايه انترنت ولكن خلي بالك احنا بنقول شبكة الشبكات بس الموضوع مفصل عن كده ازاي مفصل عن كده؟ شوف كده نشوف ان الموضوع بدأ الاول ان لو احنا عايزين نعمل انترنت هنعمل ايه؟ هنوصل كل جهاز بالتاني لا هتعملها ازاي؟ هتوصل مش عارف كم مليار جهاز بالتاني كلها بسلوك طبعا موضوع مش منطقي وبالتالي جي فكرة الايه الاس بي ايه هو الاس بي عبارة عن اه هو اللي بيبروفايد الايه اترنت سيربيس بروفايد ايه هو اللي بيعرض الخدمة بتاعت الايه بتاعت الانترنت تمام؟ طيب بس طبعا جلوب الاي اس بي ده هي حاجة واحدة على كل العالم برضو حاجة مش ايه مش منطقية وبالتالي اه لازم اللي احنا يبقى في ايه اكتر من اي اس بي كلهم كل واحد بيخدم على منطقة معينة تمام؟ طيب نربط بقى ما بين الاي اس بي ازاي عن طريق حاجة اسمها الانترنت اكتشينج بوينت يبقى الاي اكس بي ده هو التا بيربط ما بين اي اس بي والتاني اي sba اي اس بي بي والاي اس بي سي بقى انت دلوقتي عملت 3 اي اس بي او طبعا ممكن يكون القلية مع راشا وصلت بهم اجهزة وبعدين بتهو هدوه eigenen توصيلة لايه بكل الاجهزة اللي هنا بدا توصل الى كل الاجهزة اللي هنا وبعدين تربط التلاتة مع ايه مع بعض تمام طيب محتاجين برضو ان الاي اس ب ده هو تيبقى فيه واحدة اصغر منه تمام علشان برضو ازاي ما اتفقى فانا عايزين نغطي عدد كبير جدا من الناتورس طيب انا عملها ازاي قالك خلاص انت هتخلي برضو فيه اي اس بي لكل ريجن ولكل مجموعة الريجنز فيه اي اس بي كبير وكل الاي اس بيز مالها مرتبطين ببعض